الذي يؤمن بالابن الرب يسوع كلمة الله له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالابن أي يسوع المسيح كلمة الله لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله لكن الذي يؤمن بالمسيح بالابن الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل من الموت إلى الحياة اللي آمنوا في المسيح ما في دينونة انتقلوا من الموت للحياة من الظلمة للنور خطياء غفرت أصبحنا أولاد وبنات للرب وطبعا أسماءنا كتبت في سفر الحياة واليوم نعاوز أسألك هل اسمك مكتوب في سفر الحياة هذا السؤال أنت بجواب خلينا أسألك سؤال تاني بتحب اليوم إنه اسمك ينكتب في سفر الحياة ما تستحب تطلع على بعض في الغرفة أنت بتحب إنه اسمك يكون مكتوب حط ثقتك في يسوع المسيح صلي قل له يا رب أنا بدعوك لحياتي سمحني عن كل خطيئة وتوج المسيح ربه مخلص أمين؟ ترجمة نانسي قنقر